السلام عليكم معكم علي أهلا وسلام بكم درس جديد إذا كنتم المرة تشاهدون القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء ليصلكم كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن استخدام have to و has to في اللغة الإنجليزية كما نعلم have بمعنى يملك و has أيضا بمعنى يملك لكن إذا جاء بعدها to نترجمها بمعنى يجب يعني have to يجب و has to يجب إذن have to بمعنى يجب و has to أيضا يجب لكن مع I, we, you, they نستخدم بعدها have to إذن نستخدم بعدها have to لكن لدينا he, she, it نستخدم بعدها has to he, she, it إذن يكون بعدها has to أيضا بمعنى يجب يعني have to يجب وأيضا has to بمعنى أيضا يجب إذن أقول I have to, we have to, you have to, they have to he has to, she has to, it has to لكن لا أصلا نقول he have to أو أقول I have to إذن هذا خطأ أيضا have to يأتي قبلها جماع كيف يعني مثلا the people نقول have to يعني الناس يجب أن أو يجب على الناس أن the student أيضا have to يعني يجب على الطلاب لا نقول يملك الطلاب أن إذن have to سوية أترجمها بشرة الآن ما شاهدتوها ترجمها يجب the student have to يجب على الطلاب أن لكن has يأتي قبلها مفرد كيف يعني the student has to يعني يجب على الطالب أن لاحظ لم نضع s يعني مفرد عند إذن نستخدم has هنا وضعنا s يعني جمع عند إذن نستخدم have to نلاحظ لهذا الجمل they have to study English يعني يجب أن يدرسوا الإنجليزية أو هم هم يجب أن يدرسوا الإنجليزية يعني to نترجمها أن يعني يجب أن يدرسوا الإنجليزية نفس الجملة لكن نستخدم الضمير he 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 has to study English يعني يجب أن يدرس الإنجليزية نفس الجملة لكن بدينا بضمير he عند إذن نستخدم has to بدينا بالضمير they نستخدم have to تكملة الجملة كما هو نريد أن نحول هذه الجملة إلى نفي نحتاج إلى كما نعلم إلى don't لأن الجملة بي present simple بالمضارع البسيق مع he نحتاج للفعل المساعد doesn't ونضع عليه not يعني don't هي اختصار لي do not doesn't هي اختصار لي does not كما نعلم هي شيئة نستخدم does وباقي الضمائر نستخدم do إذن فقط قبل have to نضع don't يعني تصبح الجملة they don't have to study English إذن they don't have to study English يعني نترجمها لا يتوجب أن يدرسوا الإنجليزية من هم إذن لا يتوجب أن يدرسوا الإنجليزية فقط لنفي هذا الجملة وضعنا قبل have to وضعنا don't هذه الجملة أيضا قبل has to نضع doesn't لكن يجب أن نغير has to إلى have to لاحظ he نضع بالأول doesn't لا نستطيع نقول he doesn't has to هذا خطأ الرجع has إلى have إلى المصدر يعني المصدر فعال الملك هو have ونضع to كما هي فقط has وضعت بدنا عنها have he doesn't have to study English يعني لا يتوجب يعني لا يتوجب أن يدرسوا الإنجليزية كما قلنا have to نترجمها يجب ماذا فعلنا في هذه الجملة لنفيها فقط وضعت doesn't قبل has to has to رجعتها إلى have وأكملت الجملة كما هي لماذا يا أستاذ لأنه لدينا doesn't فعل قوي أو does فعل قوي بعدها يأتي الفعل بصيغة المصدر يعني مصدر فعال الملك هو have نريد أن أشكل سؤال باستخدام have to و has to أيضا لتشكيل سؤال فقط نضع do في بداية الجملة لاحظ هذا الجملة الأصل do وضعت they أيضا أكمل الجملة كما هي they do have to study English وأنا الجملة ب question mark do they have to study English هل يتوجب أن يدرس الإنجليزية فقط وضعت do أيضا they لاحظة t capital لتار يعني حرف كبير دائما في بداية الجملة يكون حرف كبير لاحظة d أيضا كتبناها حرف كبير لكن رجعت t إلى small لتار لماذا لأنه إجاب ثاني كلمة في الجملة ولأنها بعلامة استفهام فقط ونترجم do نترجمها به هل يعني هل يجب أن أو هل يتوجب أن يدرس إنجليزية بالنسبة لدينا he has to نريد أن نشكل سؤال فقط نضع does في بداية الجملة يعني تصبح does نكتب he كما هي لكن رجع الh من حرف كبير إلى حرف صغير أدي أبدأ بحرف كبير does he أرجع أيضا has أرجع أيضا إلى have وأكمل الجملة كما هي ممكن شخص يقول لماذا يستاذ رجعنا have لأنه عندنا does فعل قوي إذن فعل قوي أو فعل مساعد يأتي بعده الفعل بصيغة المصدر مصدر فعال الملك هو have إذن أقول does he have to study English وننهي الجملة بعلامة استفهام إذا فقط وضعت does في بداية الجملة هي رجعتها حرف صغير دائما هي أي حرف بيكون بحرف صغير أيضا رجعت has إلى have ونهيت أو أنهيت الجملة بعلامة استفهام ونترجم أيضا does بheal بكل الحالتين نترجم do و does بheal الآن نريد أن نجيب على السؤال إذن دائما إجابة يأما بيس يأما يكون عندنا نو إذن أجيب بيس أو نو دائما وأبدا أول كلمتين في السؤال أجيب بهم do they بس أقلبهم تصبح yes they do هل يتوجب أن يدرس إنجليزية نعم يتوجب يعني they do نترجم في هذا الحال يعني نعم يجب no أيضا نضع they وحمل عليها not تصبح no they don't كلا لا يتوجب yes they do يعني نعم يتوجب no they don't كلا لا يتوجب أيضا بالنسبة does he نريد أن نجيب على السؤال هذا أيضا نجيب بي yes أو نجيب ب no أيضا نقلبهم does he أقلبها تصبح yes he does دائما أول كلمتين كما قلنا نجيب بهم هل يتوجب أن يدرس الإنجليزية yes he does يعني يجب يعني نعم يجب إذا كان عندنا no أيضا he does نفسها لكن أحمل عليها not no he does not أو أختصرها he doesn't بهذا الشكل كلا لا يتوجب إذن بل مختصر have to بمعنى يجب has to أيضا يجب لنفي have to وhas to نضع قبل have to don't وقبل has to أيضا نضع doesn't ونترجم don't بلا doesn't أيضا نترجمها لا لكن ننتبه عندما نضع doesn't قبل has نحول has إلى have أثناء نفي الجملة لتشكيل السؤال فقط نضع do وdoes في بداية الجملة هنا فقط نضع do وننهي الجملة بعلامة استفام بهذا الحال عندما نضع does has نحولها إلى have ونترجم does وdo ب هل أثناء الإجابة دائما do they أو ممكن يكون do you do we وهكذا إذن فقط أقلب أول كلمتين do they تصبح yes they do no they don't does he أيضا أقلب أول كلمتين بتشكيل السؤال تصبح yes he does عند الإجابة no he doesn't إذن بهذا الشكل إذن I have to go لدينا she has to go يعني يجب أن أذهب هي يجب أن تذهب نريد أن فيها كما قلنا استخدم don't تصبح I don't have to go يعني لا يجب أو لا يتوجب أن أذهب بالنسبة لهذا كما قلنا نستخدم doesn't لكن هذ أرجح إلى have وأكمل الجملة كما هي إذن doesn't have to يعني لا يتوجب أن تذهب لتشكيل السؤال فقط نضع do في بداية الجملة do I have to go وننهي بعلامة استفهام يعني هل يتوجب أن أذهب أيضا بالنسبة لshe نستخدم does does she وحول has إلى have does she have to go هل يتوجب أن تذهب بالنسبة للإجابة كما قلنا نجيب be yes أو نجيب be no أول كلمتين فقط أقلبهم do I تصبح yes I do إذا كان لدينا no no I don't بهذا الشكل طبعا do not تختصر بدأ عن o أضع t أيضا هنا أجيب be yes أو no أيضا أول كلمتين يقلبهم does he تصبح yes he does أو يكون يجب أتمنى أقدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ومشاركة هذا الفيديو بين الأصدقاء لتعمل الفائدة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته